إطار التنسيق يطرح خمسة أسماء بعد العيد لم يعلن عن هذه الأسماء ربما بعض التسريبات تأتي إلى أسم هنا وأسم هناك الغاية من ذلك ربما جسنا بعض الشارع البحث عن ردود الأفعال ولكن بغض النظر عن هذا كله هذه الأسماء الخمسة لا يمكن أن تجابه بيرة فعل من قبل الشارع الصدري وانت تعلم أن سيد الصدر دعا إلى صلاة موحدة ربما هذه الصلاة الموحدة هي قد تدخل أيضا في إطار استعراض القوة كمحاولة الضغط على الإطار التنسيقي بأننا ها هنا نحن موجودون وإذا أخذنا منظر الاعتبار أننا غدا لناظره قريب التي قالها سيد الصدر في تغريدته نعم سيد محمد لا هي استعراض قوة بالحقيقة هي استعراض قوة أستاذ أحمد رحب بك ورحب بالضيف والزميلة العزيزة وجمهور قناتكم الموقرة يعني جر الحبال السياسية في داخل التحالف الشيعي لا زالت موجودة مع انسحاب التيار الصدري من داخل قبة البرلمان أعتقد الآن الجر أو الشد السياسي لا زال بأكثر من طبيعته لأن التيار الصدري أعرب عن نواياه بأنه انسحب من قبة البرلمان لكن لن ينسحب من العملية السياسية ولن يترك الخطوات لتشكيل الحكومة هي سائبة وتترك بيد من يريد أن يشكل الحكومة هذه رسائل مفادها ونحن نتوقع أن تكون هكذا بل أقصى من هكذا الأسماء الخمسة التي سربت للإعلام أو الأسماء الخمسة بدون تسميات هكذا بكج واحد ذهب إلى الإعلام أنا أعتقد هي مرحلة استباقية ليوم الجمعة لمعرفة ما هو أقصى نوع من ردود الأفعال ومن ثم يأتي العيد العيد أنا أعتقد سوف يكون هناك حالة هدوء يعني الجميع ينشغل بمراسيم العيد السعيد الذي سوف يعيد علينا بالأفراح والمسارات بإذن الله وعلى البلد بالخير أعتقد سوف تكون هذه سوف يستفد منها الإطار كثيرا عندما تكون الفورة عندما تكون الهبة عندما تكون حالة البيك أعلى ما يمكن من الاعتراضات من قبل التيار الصدري على ما يجري من تحركات لتشكيل الحكومة سوف يهبط أثناء فترة العيد بعدها أنا أعتقد سوف يعني تكون هناك خطوات جادة لتسمية من هو رئيس وزراء من الأسماء الخمسة أو الأقل من خمسة ومن ثم تكون هناك المجابهة يعني وجه لوجه لا أعتقد سوف تكون أقوى من يوم الجمعة باعتقادي سوف تكون أقل وطأ بالاعتراض وكذلك بإبداء ردة الفعل ما يميز هذه المرحلة الإطار التنسيقي ليس فقط حلفائه من الاتحاد هم الذين يتوافقون معه لأنهم داقي الحلف يسمى أثبات الوطني بل أن الديمقراطي والسيادة هم الآن يعني أعلنوا موافقتهم بالتمام بالمشاركة بالحكومة لكن لم يعلنوا اعتراضهم على أي اسم من الأسماء ترجمة نانسي قنقر